أول حاجة معنا النهاردة مقسمين طبعاً يا أولاد الحلقة بتاعتنا بعض مسائل على الأميتر بعض مسائل على الفلتاميتر بعض مسائل على الأميتر فأولاً الأميتر بعض الملاحظات اللي على الأميتر القوانين بتاعة الأميتر طبعاً ما ننساش إن إحنا قلنا قبل كده إن الحساسية بتاعة الأميتر حساسية الأميتر تساوي سيتا على آي أو بتساوي آي جي على آي أميتر بعد التعديل أو بتساوي آر إس على آر إس زائد آر جي أو تساوي آر أميتر على آر جيلفانو طبعاً كل القوانين ديت خلاص تخص جهاز الأميتر الحساسية بتاعته الزاوية على طيار الأميتر أو طيار الجيلفانو أقصى طيار الجيلفانو على طيار الأميتر أو مقاومة المجزق على مقاومة المجزق والجيلفانو معاً أو مقاومة الأميتر على مقاومة الجيلفانو فيه خانون تاني طبعا يا ولاد ليه المسائل اللي فيها نسب اللي هي بتعمل علاقة ما بين الحساسية وما بين ال-RG اللي هو خانون S بتساوي RG على N ناقص واحد أو بنقول دي ليه ال-R S تمام؟ بتساوي RG على N ناقص واحد حيث ال-N ده يا شباب بنسميه عندنا مضاعف الطيار يعني ايه مضاعف الطيار؟ يعني ما يقولي في المسألة زادت شدة الطيار بعدما وصلت مجزء زادت إلى أربع أمثال قراءته زادت إلى خمس أمثال تمام؟ يبقى ال-N ديت هي قيمة المضاعف بتاع الطيار أما أضفت المجزء الطيار الضاعف بقد إيه؟ دي طبعا قيمة ال-N وبنخص بالذكر القانون ده يا أولاد لمسائل النسب لمسائل الإيه؟ النسب أول ما يقولي فيه نسب ما بين الأجهزة وصلت R S حصل كذا ضاعف الطيار لكذا طب أما لو هضيف R S تانية الطيار هيضاعف بمقدار قد إيه؟ طبعا الجلبانه ثابت فبنعمل نسبة ما بينهم تمام؟ عشان كده أولاد أما ييجي يقولك لاحظ معايا الجزء ده أنا معايا في الجهاز بتاع الأميتر في عندي R G في عندي R S في عندي R أميتر يا ترى المقاومات مين بترتبهم الأكبر؟ طبعا أكبرهم هو ال-R G ثم سنيهم ال-R S معنى كده أن أقومة الأميتر طبعا مقاومة الأميتر لو تفتكر أولاد مضربهم على مجموحهم يعني R G في R S على R G زائد R S عشان كده أقل من أقل مقاومة فمقاومة الأميتر أقل من المجزء وأقل من الجلفانه طب لو إحنا اتكلمنا على الطيار نبص على الطيار I G I S I أميتر يا ترى مين الأكبر؟ سريعا واحد قال ده في علاقة عكسية بين ال-R وال-I أقوله تمام معنى كده أن أعلى الطيار هو طيار الأميتر ثم طيار اللي هيعد في المجزء ثم طيار ال-I G اللي هو طيار الجلفانو لأنه في علاقة عكسية ما بين ال-R وما بين ال-I طيب لو إحنا عايزين نقارن يا أولاد ما بين حساسية الجلفانو وحساسية الأميتر تمام؟ يعني لو أنا جيت قلت لك الحساسية بتاعة الجلفانو S جلفانو تمام؟ وقلت لك الحساسية بتاعة الأميتر مين أكبرهم حساسية؟ خلاص؟ طبعا يا سدزة الجلفانو هو أكثر حساسية أكبر حساسية يحس بالطيار الأولية لكن الأميتر بيحس بالطيار الكبير طب مين أكبر؟ خلاص مقاومة الجلفانو ولا مقاومة الأميتر ده كلام بسيط ليه؟ لأن إحنا قلنا من مقاومة الجلفانو أكبر من مقاومة الأميتر طيب نيجي لحاجة اسمها المدى آه في حاجة اسمها مدى مدى القراءة مدى القراءة المدى القراءة للأميتر مين اللي يقرأ أعلى؟ آه طبعا الأميتر المفروض مصمم أنه يقرأ طيار مستمر إيه؟ عالي يبقى المدى هنا أكبر من المدى هنا بناء عليه؟ بنستنتج حاجة مهمة أوي يا ولاد إيه هي؟ إن الحساسية عكسي مع المدى يعني الأميتر حساسيته قلت مدى زاد الحساسية دايما عكسي مع المدى تمام يا ولاد؟ طيب لو أنا جيت قلت لك مين اللي بيقرأ أعلى؟ الأميتر ولا الجلفان آه طبعا الأميتر واللي يقرأ أعلى؟ تمام يا شباب؟ يبقى معنا كده استفدنا إحنا من الملحظات دي إن طبعا ترتيب المقاومات عكسي مع ترتيب الآيات واستفدنا من الناحية التانية إن الحساسية دايما عكسي مع المدى دائما عكسي مع المدى الحساسية قلت المدى يزيد المدى قل الحساسية تزيد وهكذا دائما الحساسية عكسي مع المدى طيب آخر حاجة قبل ما نكتدي حل مساء الأولاد لو أنا جبت جلفانو وصلت معاه RS1 ومرة تانية وصلت معاه RS2 خلي بالكم من دي عشان مهمة قوي يا أولاد وكانت RS1 أكبر من RS2 يعني جبت جلفانو وصلت معاه مرة مجزق طيار ومرة تانية مع نفسي جلفانو وصلت مجزق طيارتين بس المجزق مختلف آه فيه واحد صغير واحد كبير معنى كده ركز معايا في اللي أنا أقوله دلوقات يا أولاد احنا قلنا أن الر بتاعة الأميتر رقم واحد أكبر من قراءة الأميتر رقم 2 طب لو جينا قلنا مين اللي يقرأ طيار أعلى الأميتر الأول ولا الأميتر التين طبعا طالب سريع يقول لي طالما المقاومة قلت يبقى الطيار يزيد أقول له طبعا تمام يبقى طيار الأميتر 2 أكبر من طيار الأميتر 1 طب مين المدى بتاعه أعلى ما هو المدى هو الطيار اللي هيقاص يبقى إذن مدى الأميتر ده أكبر من مدى الأميتر ده طب آخر حاجة طب الحساسية حساسية الأميتر واحد ولا حساسية الأميتر 2 طبعا لسه قيلين دلوقتي إن الحساسية دايما عكسي مع المدى المدى زاد يبقى الحساسية قلت يبقى نقدر نقول يا أولاد إن كل ما قلت قيمة مجزء الطيار تقل الحساسية يعني معنى كده لو إحنا قلنا علاقة الحساسية بالأرقس تبقى علاقة ترضية يعني الحساسية بتاعة الأميتر ترضي مع الأرقس يعني إيه الأرقس قلت الحساسية تقل طب معايا تنين أرقس أقلهم تعتبر أقل حساسية ليه؟ لأنها يبقى أزيد مدى يبقى في علاقة مهمة قوي كده خلي بالكم معايا كده يا أولاد الحساسية منطق قوانين الأميتر هذه كده قوانين تخص الأميتر للمسائل وده قانون يخص المسائل والنسب اللي تخص المسائل اللي هي الحساسية ترضي مع الأرقس حساسية الأميتر تمام؟ عكسي مع المدى عشان أما ييجي يقول لك المدى حصل له كذا قل ولا زاد الحساسية اللي يجرالها المجزق علاقته عكسي مع المدى كل أما المجزق الطير يقل المدى يزيد وهكذا يبقى أنا عندي ثلاث علاقات طبعا الكلام ده يا شباب اللي احنا قلناه على البورد ده حتى حاول الطلبة تكتبه ورايا لأن ده كل اللي في الأميتر لو أنت حصرت كل الكلام ده تمام؟ هتلاقي كل الأميتر مسائله سهلة بالنسبالة المترجم للقناة